تعتقد المنتخب الإنجليزي ممكن يفوز باللقب هذا العام ويحقق الفوز والبطولة؟ بتراهن عليه؟ لا مش براهن على منتخب إنجلترا الصراحة هو منتخب قوي طبعا ومن ضمن المرشحين لكن أنا لو راهنت أو قلت أن متوقعي للبطولة أو المربع الزهبي هتوقع البرازيل وهتوقع فرنسا وهتوقع الأرجنتين وهتوقع منتخب البرتغال شفت تصريحات مستين بارحة هو بيقول إحنا مش هناخد البطولة شفت التصريحات دي عملت حالة كده من القلق بدري بدري تصريحاته تصريحات كريستانو رينالدو التصريحات دي شفتها إزاي بيغزي العين أو إيه ميسي؟ لا لا مش كده هو ميسي يعني بيتكلم إنه هو مش لازم يقول إحنا هناخد اللقب هو ميسي بيقول دي الفرصة الأخيرة لنا بالعكس ميسي وليه هو على وجه التحديد بالضبط كده آخر بطولة لكريستانو وميسي أستورتين في كورة القدم ميسي بمؤتمر الصحفي اللي عمله أو كريستانو والدو هما بيدوا رسالة أو ثقة للعيبة اللي معهم في الفريق هما طبعا كباتين الفرق أو أقوى يعني لعيبة في البطولة أو أستورتين في كورة القدم بيقول إن إحنا عندنا فرصة ودي آخر فرصة لنا إن إحنا ناخد كاس العالم ميسي أو كريستانو لو ختموا مسيرتهم بلقب كبير زي كاس العالم ده عظم حاجة في الدنيا في كورة القدم فأعتقد نهاية تاريخية ونهاية طبعا تقليق بمسيرة أستورتين زيهم فهو بيشيل الضغط من على لعيبة فريقه وأعتقد إن أنا أنا شايف يعني منتخب البرازيل هو المنتخب الأقرب والأقوى وأقوى سكواد في البطولة إن هو إيه يدار ياخد لقب كاس العالم المرودي ليه؟ ليه البرازيل؟ ليه ما قلتش أي حد تاني؟ أنا وتوقعي أن منتخب البرازيل هو طبعا المصنف الأول عالميا هو أقوى سكواد كلعيبة وكنجوم في فريق واحد في كاس العالم كمان اللعيبة كمان عرفة إزاي تلعب مع بعضها هلعبوا مع بعض كتير فريق نتائجه للفترة اللي فات كلها مبشرة وتقول إن هو يعني يقدر يحفظ يقدر يعني اللقب من فرنسا اللي هي خدت اللقب في روسيا 2018 فأنا شايف إن المربع الزهب هيبقى البرازيل وهيبقى فرنسا والأرجنتين وبرتغال ده توقعي لكن أتوقع إن المباراة النائية هي متوجد فيها منتخب البرازيل بدون شك